الدعاء مفروض كل أب و أم يدعوه جميل والله أولادنا بحاجة الدعاء مثل حاجتهم للغذاء والدواء والكساء إحنا اليوم أبو حمزة طعمينا وكسينا ودينا على المدرسة ودفيناهم بس السؤال كم من أب و أم بيسمعوني الآن إذا خلى بنفسه توجه إلى الله بالدعاء يا رب تحفظ هذه الذرية يا رب ما تفتنهم عن دينهم يا رب تجعل قلوبهم مطيعة إلك يا رب يحببهم فيك يا رب يزيدهم إيمانا يا رب يزين لهم الإيمان وزينه في قلوبهم يا رب يستجيب دعاهم نحن أولادنا عطاش للدعاء نحن مقصرون تجاه أولادنا بالدعاء حنى حنى جدة سيدنا عيسى أم مريم ابنة عمران ما هي مريم أمها حنى حنى الجدة يعني جدة سيدنا عيسى وهي حامل وهي حامل شوف الصالحات وهي حامل كانت تحطي دعا بطنها شو تقول ربي إني نذرت ومش قادرة تمشي يا حرام ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وهي حامل لسا الولد ما إيجا وبعدين قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني بدي أخلي يصير خادم لبيتك ليش خادم لبيتك؟ لأن أعلى منازل الدنيا أن تكون خادما عند الله زي لما أقول لواحد بدي أوظف لك ابنك عند الديوان الملكي يا الله فكانت تدعو بأعلى منزلة خادما عند الله أعلى منزلة صحيح ربي إني نذرت لك ما في بطني زي ما أم تيجي تقول لأبنها اليوم يا الله يا رب أشوفك بأعلى المناصب شو أعلى المناصب؟ خادم في بيت الله شوف حنى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني يا رب تقبله يا رب تقبله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكرك الأنثى مش بالأفضلية أنا كنت بدي شب اللي يمسك الجامع يجطفه إليه في القزاز هاي معناها الكلام البنت بيظلها ابنية ضعيفة وليس الذكرك أنا بدي ينكش حوالين المسجد ويسوي ويزرع ورد هاي اللي ابنية مش على قد وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم شوف ربنا شو قال عليها السلام استجاب لدعوة مين حنى فتقبلها ربها بس هيك بقبول حسن وبعدين وأنبتها نباتا حسنة وكمان حطلها مربي وكفلها زكريا خلى اللي قائم على تربيتها نبي جميل شوف جميل والله يا دكتور وهذا النبي رأى أثر التربيه في حياته كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة الفواكه فواكه الحلويات حلويات خير منين قال أن لك هذا هاي أول سؤال لازم يسأل الأب لابنه من أين لك هذا القانون الذي عجزت الدول عن تطبيقه قاله زكريا عليه السلام لمريم قال أن لك هذا منين قالت هو من عند الله وسيدنا زكريا نبي يعرف المعجزات سيدنا زكريا لما رأى الولاية فيها هناك دعا زكريا ربه شوف الكلام ما أجمل حياة الأنبياء